السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم تماماين الكرام تابعي قناة من الاخر وخلاص معكم محمد نور الدين. خلنا نتكلم في الفيديو ده بازن الله تعالى عن مواعيد مباريات الجولة الاخيرة من بطول الدوري ابطال اوروبا دور المجموعات. وتوقعتنا للفئزين في هذه المباريات بازن الله تعالى. متمعين الكرام المباريات بازن الله تعالى هكون على مدار يومي السلساء سبعة اتنشر الفين واحد وعشرين سبعة ديسمبر 2021 والاربعاء تمانية اتنشر او تمانية ديسمبر 2021. لأول مرة الزرورة في قانون انزل اشترك في القناة بضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو. مرتبع الاشتراك واسبسكرايب. اعمل لايك الفيديو وفعل زر الجرس. ليصلك كل جديد باستمرار بازن الله تعالى. اقول لك الاول مواعيد مباريات السلساء وتوقعاتي للنتائج. بعد كده مواعيد مباريات الاربعاء وتوقعاتي ايضا. وهي هطلب منك توقعات طبعا في اخر الفيديو للمباريات اللي عايزك تتوقعها لي بالنتيجة. يوم السلساء سبعة اتنشر الفين واحد وعشرين. لايبزيج الالمانيا هي لعب امام منشستر سيتي الانجليزي. الساعة سبعة خمسة واربعين ديها وتمانية للربع مسان. بتوقيت مصر والليبيا والسودان والاردن وفلسطين واللبنان وسوريا. والمبارامة عادة الساعة تمانية خمسة واربعين ديها وتسعة للربع مسان بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت والكتر والبحرين واليمن والعراق. والساعة ستة خمسة واربعين ديها يعني سبعة للربع مسان بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. والساعة تسعة خمسة واربعين ديها وعشر للربع مسان بتوقيت الامارات وعمان. والساعة خمسة خمسة واربعين ديها وستة للربع مسان بتوقيت جيرنيتش ومريتانيا. في نفس توقيت هذه المباراة عندنا مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي امام كلوب بروج البلجيكي. المباراتين في نفس التوقيت اللي انا قلت عليه ده. بالنسبة للايبزيج الالماني امام منشستر سيتي الانجليزي القناة الناقلة. قناة بين سبورتس اتش دي تو بريميام التانية بريميام ومعالك المباراة محمد بركات. اما باريس سان جرمان امام كلوب بروج القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي وان بريميام ومعالك المباراة عامر الخزيري. بعد كده عندنا الساعة عشرة مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والاردن ولبنان وسوريا. والساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وكتر والبحرين واليمن والعراق. والساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجزار والمغرب. والساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الامارات عمان. والساعة 8 مساء بتوقيت جيرينيتش ومريطانيا. عندنا ست مباريات. شاختار دنسك الاوكراني. امام شريف تراسبول الملوظفي. ريال مدريد ده الاسباني امام انتر ميلان الايطالي. وايكس امستردام الهولندي امام سبورت انجليش بونا البرتغالي. بروسيا دورتوموند الالماني امام بشكتاش التوركي. بورتو البرتغالي امام اتليتكو مادريد الاسباني. وميلان الايطالي امام ليفربول الانجليزي. الست مباريات دول في نفس التوقيت الساعة 10 مساء بتوقيت مصر. وقلنا باقي التوقيتات زي ما واضح كده. بالنسبة لمبارات شي اختردو ناسك امام شريف تراسبول. القناة كلة للمباراة. قناة بين سبورت ساتش دي 2 انجليش تاني انجليش. ومعلك المباراة مباراة مLS. مباراة ريال مدريد ام انتر ميلان زي ما قلنا بتوقيت بتاعها القناة ناكلة. القناة بين سبورت ساتش دي 2 بريميام التانية بريميام. وعلك المباراة علي محمد علي. مباراة عايكس امستردام أمام سبورت انجليش بونة القناة ناكيلة للمباراة قناة بين سبورت اتش دي اكسترا ان اكسترا لأولى ومعالكcha المباراة باسم الزير ومبارات بوروسيا دورت مند أمام بوشكتاش القناة ناكيلة قناة بين سبورت اتش دي اكسترا اتش 차 잔 او معالك nutrition romana عادل خلو ومبارات بورتو أمام أتلتكم مدريد القناة ناكيلة قناة بين سبورت اتش دي سري ت Teachers premium التالتة premium معالك المباراة حافيز الدراجي. ومباراة ميلان امام ليفربول الكنالنا كلها المباراة قناة بين سبورس اتش دي وام بريميام. الاولى بريميام معالك المباراة رقوف خليف. المضالك رقوف خليف طبعا. دي اه كانت مباريات يوم السلساء الموافق سبعتنشر 2021. هنقول توقعاتنا كده بشكل مبسط. اول مباراتين في نفس التوقعات اللي هم الساعة 8 الى ربع مسام بالتوقعات مصر. لايبزيك امام منشستر سيتي وبريس انجرمان ام كلوب بروج. المباراتين في نفس المجموعة اللي هي المجموعة اي المجموعة الاولى. منشستر سيتي هو حاليا من تصدر المجموعة عنده 12 رقطة بريس انجرمان مركز ثاني عنده زمان نقاط بعد كده لايبزيك وكلوب بروج. يعني تقريبا لايبزيك فرقة عن كلوب بروج بفرق الاداف لان لايبزيك ولكروه هي المتصدرة عندها اربع نقاط من في المركز الثالث وكلوب بروج مركز ربع والاخير. دلوقتي لو جلنا نشوف المجموعة دي اللي عندنا زي ما قلنا لايبزيج عندها فرق اهداف صفر اما كلوب بروجة عندها سالب 11 فلايبزيج دلوقتي هتلعب مع باريس هتلعب مع منشستر سيتي منشستر سيتي في الغالب هتكسب بنسبة كبيرة مع ان المباراة هكون في المانيا ولكن قلنا مثلا مصر منشستر سيتي تكسب 2-0 3-0 حلو الكلام المباراة البيانهم الاولين كانت 6-3 فقول مثلا منشستر سيتي تكسب 3-0 حلو الكلام فرق الاهداف هيكون كام هيقل ايه بسلب 3 كلوب بروجة ممكن تتعدل ايه بريستان جيرمان مع ان اعتقد ان بريستان جيرمان هتكسب طبعا لان المباراة هكون في فرنسا على ملعب باريس فبريستان جيرمان هتكسب هذي المباراة وفرق الاهداف هيزيد ما بينها وبين كلوب بروجة فبالتالي هيفضل برضو نفس الترتيب ان منشستر سيتي الاولى ب12 نقطة الساعة هدبقى 15 بريستان جيرمان هتكسب وهتبقى 11 نقطة هتخسر هتبقى 4 نقاط ولكن فرق الاهداف سالب 3 كلوب بروجة باحتمالية اللي انا بقولها يعني وكلوب بروجة هتخسر وهتبقى فرق الاهداف ساعدة اقول سالب 14 او كمان ممكن اقل وممكن سالب 12 المهم يعني ان هو مش هيقل عن سالب 9 ولا حاجة فبالتالي هو نفس الترتيب هيفضل زي ما هو في توقعات ان بريستان جيرمان هتكسب كلوب بروجة هتكسب كلوب بروجة أيواء ومنشستر سيت هتكسب لايفزيج وبالتالي ترتيب نفس المجموعة زي ما هي منشستر سيتي وبرس سن جيرمان الى دور 16 ولايفزيج وكلوب بروج لايفزيج الى الدور الأوروبية وكلوب بروجة خلاص كده خلصت دورها مباراة شختار امام شريفة الرسبول وريال مادريد امام انتر ميلان المبارتين في المجموعة الرابعة مجموعة ريال مادريد المجموعة الرابعة طبعا لو جينا لترتيب المجموعة هو ريال مدريد والانتر كده كده هما الاتنين متصدري او هما الاتنين تأهلوا لدرس 16 ريال مدريد مركز اول اتنشر نقطة انتر من المركز الثاني بعشر نقاط شختار المركز الاخير وشريف ترازبول مركز الثالث خلا نشوف ترتيب المجموعة زي ما قلت ريال مدريد في مركز الاول باثنشر نقطة انتر من المركز الثاني بعشر نقاط شريف ترازبول مركز الثالث بست نقاط وشختار دوناتسك المركز رابع الأخير بنقطة وحيدة يعني باحتمالية الموضوع الانتر مش هتسيب المباراة للريال مادريد ولكن المباراة تكون على ملعب الريال سانتياجو بيرتنابيو فمتوقع ان الريال مادريد خارج من الانتصار في المورال اللي فاتت امام ريال الشداد كسب في الدورة الاسباني والانتر برضو كسب وهو حاليا في المركز الثاني في الدورة الايطالي بعد ميلان على طول بفرق نقطة تقريبا او نقطتين وبالتالي انتر ميلان وريال مادريد هما الاتنين في زهوتهم دلوقتي ولكن المباراة ممكن تنتهي تعادل بحس ان الفريقين ممكن يريحوا لعيبة وممكن المباراة تكون قوية بحس ان المتصدر هيرتاح بعد كده وهيلاع هيلاعب فريق يعني مش ضعيف عيبة صاحب مركز الثاني في مجموعته فبالتالي المباراة هتبقى كويسة قوية وتوقع ان ريال مادريد هيكسب او هيتعادل فتوقع ان الترتيب المجموعة هيفضل زي ما هو ممكن ريال مادريد تكون تلاتاشر نقطة بالتعادل او تكون خمستاشر نقطة بالفوز والانتر هتفضل زي ما هي بعشر نقاط او ممكن تكون حداشر نقطة شريف اعتقد هتكسب شخطار حتى لو ما كسبتش هو المباراة لملعب شخطار صحيح والها تنتهي مثلا لصالح شخطار شخطار هتبقى ربع نقاط وبرضو شريف هيفضل زي ما هو في الدور الاوروبي فبعد الموضوع ده هتتوقع شريف هتتعادل الام شخطار او شخطار هي اللي هتكسب والريال مادريد هتكسب انتر ميلان او التعادل برضو ده اتوقع للمجموعة ولكن هتفضل ترتيب مجموعة زي ما هي وده اللي انا شايفه في المجموعة الربعة مجموعة ايكس امستردام واللي بتقدمه بشكل كويس جدا وتأهلت في المركز الاول خمستاشر نقطة علامة كاملة يعني بتعمل شغل عالي جدا ما خسرتش اللي امبرار لحد دلوقتي في المركز الثاني حاليا عندها تسع نقاط وبروس دورتموند في المركز الثلاث عندها ستة نقاط بشكتاش عندها دون نقاط ما عندهش نقاط خالص اموك نقطة واحدة هنشوف دلوقتي ولكن اتوقع ان بروس دورتموند ايرلين غيلاند اللي هجعلهم خلاص بعد الاصابة هيكسب بشكتاش دورتموند هتكسب بشكتاش وايكس هتكسب لشبونة او هتديها الفرصة ان هي تتقدم وما تسمحش لدورتموند انها تعدى عليها خلاص نشوف ترتيبوا المجموعة الثالثة زي ما قلنا ايكس في مركز الاول بخمستاشر نقطة يعني سبورتينج في مركز ثاني بتسع نقاط قول مباراة على ملعب ايكس يعني فوز كبير عايزين يعمله علامة كاملة فبالتالي اتوقع ايكس هتكسب سبورتينج لشبونة هيكسبتها في الدور الاوليني طبعا فأتوقع هيكسبوهم ايضا في الدور الثاني ومش عارف نتيجة هتبه كام ولكن اتوقع هيكسبوهم اتنين صفر مسلا على ملعب ايكس فبالتالي ايكس تبه تمنتاشر نقطة واللشبونة زي ما هي تسع نقاط دور تموندو هتكسب ولكن حتى لو كسبت عمرها ما تجيب الفارق الكبير اللي بينها وبين لشبونة اللي هو اربع اهداف وسالب ستة يعني مجموعة عشرة يعني عمرها ما تكسب بشكتاش عشرة صفر او حداشر صفر مسلا لأ فأكيد بوروسها بنسبة كبيرة هتكسب بشكتاش او مش اكيد طبعا ما حدش عارف اللي هيحصل ولكن اتوقع ان توقعاتي ان بوروس دور تموندو هتكسب بشكتاش وايكس امستردام هتكسب بورت انجليش بونا وترتيب المجموعة يفضل زي ما هو وساعتها دور تموندو هتنزل للدور الاوروبي وده الاحتمال الكبير اما لشبونة فهكون في دور ستاشر مع ايكس واني يجي للمجموعة التانية مباراتين قويتين جدا بورتو قاتلتكو مادريد وميلان امام ليفربول لو جينا نشوف المجموعة دي اولا بورتو قاتلتكو مادريد على الملعب بورتو في البرتغال اللي عندها 5 نقاط حاليا واتلتكو مادريد عندها 4 نقاط ميلان عندها 4 نقاط وليفربول بالعلامة الكاملة عندهم 15 نقطة خلانا نشوف ترتيب المجموعة حاليا زي ما قلنا ليفربول عندها 15 نقطة في المركز الاول يعني حتى لو ما كسبتش ميلان الانبراكم في ايطاليا ميلان هتقاتل بكل قوة انها تكسب المبارات خصوص ان هي دلوقتي عندها زهوة الفرح بانها حاليا متصدر الدور الايطالي بعد سيطارة نابولي في الفترة اللي فاتت في دلوقتي ميلا متصدر الدور الايطالي فهتقاتل بكل قوة انها تقدر تفوز على ليفربول عشان توصل لدور الستاشر في الناحية التانية قتلتكم مادريد هتحاول قوي انها تكسب بورتو على ملعب بورتو في البرتغال وبرتو مش هتشكت هي كمان عايزة تكمل في دور الستاشر فالمباراتين دول هايبوا اقوى مباراتين وتوقعاتي فيهم مشكوك فيها جدا فانا اتوقع يعني والله اعلم ان ميلا هتقدر تفوز على ملعبها هتفوز على ليفربول على ملعبها بقى اني بشجع ليفربول ولكن ميلا المباراتي هتعملها بشكل كبير جدا وممكن كلوب يريح بعض اللاعب بحس ان هو كده كده متصدر ومش يفرق مع الماتش ده اما بقى بورتو امام قتلتكم مدريد فاعتقد مباراتي بها قوية جدا محدش قدر توقع اللي يحصل فيها بورتو هيقاتل عشان يستمر في المركز الثاني يعني التعادل ما يكفهوش لان ميلا ممكن تكسب وهو لازم يفوز هو كمان لان بورتو لو خسر او تعادل وميلا كسبت يبقى ميلا تأهلت اما بقى بورتو لو كسب خلاص مش مهم اي نتيجة تانية بس خلصانة بالشيكة يعني فيهم تقصد ايه ميتها مصيرها مش بيودها الوحدها مصيرها بيدها وييد بورتو اما بورتو الوحيد الي مصير بيده لازم يكسب فبورتو وقتلتكم مدريد تبقى مباراته قويه جدا ميلا القوة ستبقى من ناحيته على مبارات اليفربول اما اليفربول مش فرق معه اي حاجة العبوا مع بعض يا حبيبي دلوقتي انا توقعي ان ميلا هتكسب اليفربول وبورتو هتكسب قتلتكم مدريد او هتتدعادل على ملعابها الموضوع هو في ايدها بقى نشوف اhere يحصل ومن هنا ننتقل إلى مباريات يوم الأربعاء 18-2021 في المجموعات الخمسة والستة والسبعة والتمنى زينت الروسي هيلعب أمام تشيلس الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي هيلعب أمام مالمو السويدي المباراتين في نفس التوقيت الساعة 7-45 أو 8-45 بتوقيت مصر والليبيا والسودان والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا الساعة 8-45 أو 9-45 بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت والكتر والبحرين واليمن والعراق والساعة 6-45 أو 7-45 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة 9-45 أو 10-45 بتوقيت الإمارات وعمان والساعة 5-45 عن 6-45 بتوقيت جيرنيتش أمرة تانية المباراتين هم مبارات زينت زي ما قلنا أم تشيلسي ويوفنتوس أمام مالمو لكننا كلها المبارات زينت وتشيلسي كانت بين سبورس HD 2 بريميام التانية بريميام معلق المباراة علي محمد علي ولكننا كلها المبارات يوفنتوس أمام مالمو كانت بين سبورس HD 3 بريميام التالتة بريميام ومعالج المباريخ خليل البلوشي بعد ذلك عندنا ست مباريات في نفس التوقيت الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت والقطر والبحرين واليمن والعراق الساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات وعمان والساعة 8 مساء بتوقيت جيرنيتش ومبريطانيا أما المباريات الستة هم فولفزبورغ أمام ليل فولفزبورغ ألماني أمام ليل الفرنسي ريد بول سالسبرغ النمساوي أمام إشبالية الأسباني أطالنطا الإيطالي أمام فياريال الأسباني منشستر رونايتد الإنجليزي أمام يونج بايز السويسري بنفكة البرتغالي أمام ديناموكييف الأوكراني وباير نمينخ الألماني أمام برشلونا الأسباني المتابعين الكرام نبدأ عندنا بأول مجموعة معانا هي المجموعة الأخيرة المجموعة السامنة زينت أمام تشيلسي يوفنتوس أمام ملمو يعني اختصار الوقت والإجراءات يا جماعة تشيلسي ويفنتوس هما الاتنين تأهلوا رسميا لدور الأفطال أصلا من زمان من قبل المجموعة ما تبدأ أساسا دلوقتي خلينا نشوف إليه يحصل في المجموعة خلينا نشوف ترتيبها الأول تشيلسي حاليا متصدر ب12 نقطة يوفنتوس المركز الثاني ب12 نقطة وفارق 6 أهداف وزينت المركز الثالث بأربع نقاط وملمو المركز الرابع الأخير بنقطة زينت المباراة على ملعبه أما ملمو المباراة خارج أرضه وهو خسرا أساسا وفي المركز الرابع توقعي زينت هيحاول أنه يتعادل يعني مش عايز أكتر من كده من تشيلسي هو هيحاول أنه يتعادل حالو الكلام؟ والله حتى لو خسر مش هتفرق كتير هيحاول يخسر بعدد أولئي من الأهداف لأن فرق الأهداف بينه وبين ملمو 12 هدف بحاله فبالتالي نقدر نقول زينت يا جماعة للدور الأوروبي وإحنا مرتحين جدا أما ملمو فهو لو عمل الللي عمره ما هيكسب يفونتوس على ملعب يفونتوس 12 يعني مستحيل مستحيل حتى لو هشتر منهم الموتش مش يحصل فبالتالي عندنا أنا أتوقعي بقى بعيدا عن أي حاجة من الكلام ده تشيلسي هيكسب زينت ويفونتوس هيكسب ملمو طبعا وهتفضل ترتيب المجموعة زي ما هي بالزبط مركز الأول تشيلسي 15 نقطة ويفونتوس مركز الثاني 15 نقطة وزينت في المركز الثالث دور الأوروبي وأملمو المركز الرابع والأخير بنقطة فتشيلسي ويفونتوس لدور الأبطال وزينت للدور الأوروبي مشان ضيع وقتنا كتير مباراة في الفلسبرغ أمام ليل ودي في المجموعة السبعة تمام ليل مجموعة الدور الأوروبي دي عرفها في الفلسبرغ وليل القناة لنا كلا للمباراة الأول قناة بين سبورس HD extra 2 ومعالك المباراة أحمد البلوشي وفي نفس المجموعة ريد بولسلسبرغ النمسا وإشبلية والقناة لنا كلا للمباراة قناة بين سبورس HD extra 1 الاولى ومعالك المباراة خالد الحدي نيجبها للمجموعة خلنا نشوف ترتيبها الأول هو أبص هو تمانية سبعة ستة خمسة بس مش مكرا مين من الأول من الأخير احنا عندنا ليل المتصدر بثمان نقاط ريد بولسلسبرغ المركز الثاني بسبعة نقاط يشبليان مركز الثالث بستة نقاط وفي الفلسبرغ المركز الرابع ومعالك بخمس نقاط دلوقتي في الفلسبرغ الأخير هيلعب مع العاليل الأول لازم يكسبوا عشان يضمن أن يذهب لدور الأبطال حلو الكلام ريد بولسلسبرغ يلعب مع إشبلية على ملعب ريد بولسلسبرغ المباراة في الفلسبرغ على ملعب في الفلسبرغ دلوقتي بما أنه صح مش عارب بس إشبليها هتحاول بكل جهدها خارج أرضها انها هتيكسب. عشان تكمل في دورة ابطال اوروبا. ولكن ان ما قدرش توقع في هذه المعرفش الاربعة اساسة. عارفش غير اشبيلية وعمل شكل حلو في الدور الاسباني. مش عارف فاشل هنا ليه كده بصراحة. طيب توقعات يا جماعة عشان ما مضعش وقت. اتوقع ان ليل هيتعادل امام في الفلسبرغ. او في الفلسبرغ هيكسب. يعني المبارات ليل مش هيخسر. تعادل او اه ما اسف ليل مش هيكسب. تعادل او في الفلسبرغ اللي هيكسب. حلو الكلام. ايش بيليه وريد بلسبرغ انا بتوقع بقى والله اعلم اللي هيحصل. ايش بيليه هيكسب. تمام كده? طيب اتالانتا هتلعب ام فيا ريال زي ما قلنا الساعة عشرة مسامة بتوقيت مصر وقلنا باقي التوقيتات. القناة الناقلة لي مباراة اتالانتا ام فيا ريال. قناة بينسبورس اتش دي سري بريميام التالتة بريميام معالك المباراة نوفل الباشي. وهي عندنا ايضا مباراة منشستر ام يونج بويز في نفس المجموعة. والمباراة هتكون على قناة بينسبورس اتش ديتو بريميام التانية بريميام معالك المباراة حسن العيدة روس. طيب المجموعة آآ ستة. المجموعة الستة مجموعة منشستر نويتد. خلنا نشوفها كده الاول. منشستر نويتد يا جماعة هو في المركز الاول بعشر رياليكات حاليا. وهو كده كده تأهل لدور الستاشر سواء آآ كسب الماتش اللي جاي او لا. الماتش اللي جاي بس هيبقى يعني في الجولة الاخيرة دي مين صحب مركز الاول من التاني فبالتالي منشستر نويتد بالنسبة كبيرة هيكون هو الاول يعني. هيلعب ام يونج بويز وينج بويز ده اه اولا المدرب الجديد لمنشستر نويتد عملت شغل حلو في مباراة كريستال بلس قدر يفوز واحد صفر صحيح بس ولكن الخطة قد كويسة. اعتقد منشستر نويتد مش اعتقد يعني بنسبة كبيرة نسبة تمانين في المية هيكسب يونج بويز. المباراة في الاول ترافورد والمدرب الجديد واللاعيبة عايزة تثبت ان سولشاير هو اللي كان غلطان. فبالتالي منشستر نويتد هيفوز على لينج بويز ده توقعي. فياريال واتالانتا المباراة هكون في ايطاليا على ملعب اتالانتا اللي بيحب يجيب جوان كتير ولكن دفاعه ضايع. ممكن يجيب خمس جوان انا فكر ان كان فيه ماتش في الدورة الايطالي انتهى بالتعادل الخمسة خمسة بين اتالانتا وفريقه كمان. هو بيجيب جوان كتير ولكن دفاعه ضايع حرفيا. فياريال هيحاول يعمل حاجة قدام اتالانتا في ايطاليا ولكن توقعي اتالانتا لا هيكسب على ما لعبه وبين جماهيره وفي نفس الوقت عنده حافز انه لازم يوصل ويكمل لدور الستة عشر. وفياريال هيكون في الدور الاوروبي لانه دي ما لعبه هو بطل الدور الاوروبي الثاني فت اصلا. فتوقعي ان منشستر نايتد هيفوز هيبه مركز اول. اتالانتا هيفوز هيبه مركز تاني. فياريال هيكون مركز تالت دور الاوروبي وهينجب بايز المركز الرابع والاخير. ونيجي الاخر مباراتين معانا في الجولة الاخيرة. بنفكة امام دينامو كيف والقناة الناقلة هيقول لك حالا. القناة الناقلة بان نسبة بارستش ديتو انجليش التانية انجليش ومعلك المباراة احمد عبدو. وفي نفس التوقيت المباراة الاقوى في الجولة اصلا كلها لان نتيجتها مهمة جدا بالنسبة لنادي بارشلونة. وفي نفس الوقت احنا متأكدين ان نتيجتها دي مش هتحصل. اواخد بالك انت يعني البايرن مش هيسمح بكده. بايرن مينخ وبارشلونة والقناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتش دي وان بريميا وان لا بريميا ومعلك المباراة على سوامش شوالي المتقلق طبعا. والساعة عشر مسام بتوقيت مصر وقلنا بواقية توقيتات. متابعين الكرام يعني بنفكة في وضع كويس ان المباراة اللي جاية هتبقى على ملعبها ومباراة الخصم اللي بينفسها اكون على ملعب نادي تاني قوي قوي جدا كمان. خلنا نشوف ترتيب من المجموعة دي. مجموعة البايرن بارشلونة بارشلونة مينخ في المركز الاول بخمستاشر نقطة بارشلونة مركز الثاني بسبعة نقاط. بمفكة في المركز الثاني بخمس نقاط ودينة مينخ في مركز رابع بنقطة وحيدة. دلوقت يا جماعة البايرن يعني حاجة من اتنين. يا اما ليفا يكون عنده مشكلة. هو مولر في حصول ميسي على جهزة افضل لعب في العالم. فيعمله مشاكل مع بارشلونة. يا اما الموضوع مش في بالهم اصلا بيلعب ماتش عادي جدا وده اعتقد يعني غير الكلام اللي بتقال على السوشيال ميديا. فالبايرن هينزل يكسب الماتشك عادي جدا. يعني عايز يلعب الماتشك اي ان يكسبه. واضح على ملعبه واستجم هيرو. وفي نفس الوقت متصدر مجموعته وصائح مش محتاج الماتش. ولكن هو بيحب يكسب كل حاجة. بارشلونة بقى لازم تنزل تقاتل بكل كواته. اعتقد الخسارة امام ريال بتيس يعني للأسف يعني اكت حاجة وحشة. بس اعتقد ممكن يكون رايح لعيبة. حس انه جاهزوا من الماتش بتاع بارن مونيخ. ممكن. ممكن كان اصلا كل تفكيرهم في بارن مونيخ. بنفكة هيلعب على ملعبه امام دينامو كيف في امبراء. يعني بمعنى صحة وداخل يقول ان انا لازم اكسب. لو كسبت انا وصلت ايه? للدور الاوروبي. لو اتعادل ما وصلش. تعرف لو اتعادل حتى لو بارشلنا خسرت. يعني بقى اصح بنفكة مصيره بايده. اما بارشلنا مصيره مش بايده. مصيره لا بارشلنا برضه مصير بايده. بس في نفس الوقت يعني صعب انه يحقق المصير ده. بنفكة ممكن يخدمه انه يتعادل. لنما غير كده? لا. لان البايرن مش هيسكوته. مش هيتعادله حتى. حتى لو اتعادله بنفكة متأهلة. لانها بفرق المواجهات بنفكة هي اللي تقهل. هي اللي تكسب. لان هي كسبت بارشلونة وتعادلت معها. يعني معنا صح. اتكفى لصالح بنفكة في المواجهات المباشرة. يعني معنا صح بارشلنا لازم تكسب يا جماعة او بنفكة تتعادل. خلصانا بالشكة او. فهم قصدي? يعني لو حصل الاتنين مصلحة لبرشلونة. انما لو لو ما كسبتش وبنفكة عادلت مصلحة. في انت قصد ايه? في دلوقتي توقعي بقى وربنا اصدر عشان محدش يزعل مني من جماهير بارشلونة. توقعي بارشلونة ان شاء الله. ان شاء الله. مش قادرة اقولها هتكسب يعني ايه بصراحة? يعني موضوع صعب او بصراحة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم بارشلونة تكسب. بارشلونة تكسب باردن منخ. يعني ايه المشكلة يعني عادي جدا يعني ما ليفربور رجعت قدام بارشلونة بعد 3-0 رجعت 4-0 عادي جدا. بارشلونة تكسب باردن منخ. ده توقعي. تمام كده? 1-0. بنفكة ودنمو كيف? هتكسب باردو. بنفكة ده على ملعبها بقى مش تقدر تتكلم في حتة زي دي. طيب اه متابعين الكرام دي كانت توقعاتي للمباريات في الجولة الاخيرة. انت بقى كتب لي توقعتك لكل المباريات. طبعا بالاهداف انت بقى تكتب لي بالاهداف. ونتكلم معنا في المصابة قرية ده بازن الله تعالى بعد نهاية كل يوم من الجولة. اشترك بالقناة وفعل زر الجرس اذا املاقي الفيديو كان معكم محمد دور الدين. نراكم فيديو اخر بازن الله تعالى بعتذر عن الاطالة ولكن حبيت ان انا توقع معاكم الجولة الاخيرة اللي حاسمة الساخنة دي. نراكم فيديو اخر بازن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.